وقعت الشركة الجزائرية للنفط والغاز سونتراك عقدين بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار مع شركتين إيطاليتين من أجل بناء مصلع للغاز المسال ونقله عبر الأنابيب وذكرت سونتارك في بيان أنها وقعت عقد تطوير مع شركة تيكنيمونت بهدف تطوير حقل المحروقات غرد البال لاستخلاص غاز البترول بينما يتعلق العقد مع شركة أركاد بإنجاز وحثة جديدة للضغط المنخفض وشبكة تجميع تسمح برق 24 بئرا جديدا بمصنع المجمع الغازي وتحديث مرافقه ينضم معي الدكتور هواري تيغرسي خبير اقتصادي وعضو سابق باللجلة الاقتصادية في البرلمان الجزائري مرحبا بك سيد هواري الحكومة الجزائرية كانت قد أعلنت عن برنامج استعجالي لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي على المدى القصير خصوصا بعد ارتفاع الطلب الأوروبي عليه ولكن الآن بعد توقيع هذه العقود ما هي أهميتها بالنسبة للجزائر وعلاقتها مع المجتمع الأوروبي ومكانتها في الأسواق الدولية والإقليمية هكذا طبعا الجزائر الشريك مهم بالنسبة لأوروبا قريبا تزويد الغاز بالنسبة لأوروبا حوالي 12% وطبعا نسبة مختلفة من دولة إلى دولة مثلا بالنسبة للشركة الإيطالية تقريبا نسبة 70% بالنسبة للشركة الإسبانية تقريبا 12% بالنسبة للشركة الفرنسية 10% الشركة طبعا بورتغالي وكذلك باقي الدول الحركية اللي موجودة في الجزائر والمكانيات والاستكشافات اللي موجودة في الجزائر كانت ذكرها بها طبعا رئيس جمهوري مقرن قال من يريده طبعا نريده كذلك دعم خاصة وفرض وجود صناطراك خاصة في الأسواق العالمية ونظن هذه فرصة بالنسبة للجزائر اللي تواجد في السوق الأوروبية طلب كبير بالنسبة للغرب على طبعا تزويد السوق الأوروبية في هذه المرحلة ولكن إمكانيات الجزائر طبعا الموجودة حاليا طبعا لا تكفي لتزويد أوروبا في المرحل القادمة نظن هذه نقطة مهمة جدا ويجب طبعا تركيز عليها وهناك طبعا استثمارة كبيرة من إيطاليا نظن الشريك الإيطالي هو شريك مهم وشريك تاريخي وعرف أنه حتى في عز الأزمة اللي كانت تعاني فيها الجزائر في المرحل السابقة كان دايما طبعا الشريك الإيطالي وقف مع الجزائر وطبعا يقوم باستثمارات الجزائر طبعا تحت مبدأ وين وين اللي هو ربح ربح بالنسبة للطرفين ولكن تعتزم الجزائر من خلال إمكان يتحى طبعا تسهيل لأنه هناك قانون بالنسبة للمحروقات نظر سنة 2019 كان تجديد بالنسبة لإعطاء تسهيلات وإعطاء كذلك تخفيزات قانونية بالنسبة للإيصمار الأجنبي المباشر يعني هذه الاتفاقيات الموقعة هل ستمهد لمشاريع أخرى طويلة أمد أو متوسط أمد تتعلق بتعزيز الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز أكيد أكيد طبعا لما نشوف الإمكانيات لأنه الاحتياطي طبعا الجزائري كبير جدا مقارنة مع بعض كذلك الدول وهنا نشوفه أنه مؤخرا كان كانت اتفاق موجود في ميخص المنتدى العالمي للغاز تقريبا يومين في مصر وطبعا كان هناك اتفاق شامل لضبط وإيجاد طبعا توازن بالنسبة للسوق العالمي ولكن ليس بالطريقة السابقة وطريقة الضغوط التي كانت موجودة بالنسبة للدول المنتجة جزائري في هذه المحالة تريد أن تكون شريك مهم والجزائري بالنسبة للاتحاد الأوروبي شريك موثوق أثبت الجدارة أن تعود في المرحل القادمة تنتظر الجزائر من خلال هذه التسهيلات قدوم خاصة الأوروبا ونظن أنه حتى بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو مفوضة الاتحاد الأوروبي كانت أعلن في الجزائر طبعا حوالي أسبوعين أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بعملية استثمارية كبيرة في المرحل القادمة لتعويض هذه النقائص الموجودة في السوق الأوروبية كيف تنعكس هذه المشاريع على المواطن الجزائري؟ هذا هو الهدف الأساسي الهدف هو ترقية المستوى المعيشي المواطن والحفاظ دائما على المستوى المعيشي وطبعا مقارنة مع الإمكانيات الموجودة في الجزائر طبعا غير مستغلة لأنه تقليبا نستغل 20% من الطاقات الوطنية نريده طبعا استقطاب خاصة استثمارات سواء بالنسبة لأوروبا سواء بالنسبة لدول حتى دول انشادوا طبعا شريك مهم جدا بالنسبة للجزائر سواء كانت روسيا أو سواء بالنسبة للصين هناك عملية تشاركية كذلك بالنسبة للصين طبعا نريد الترقب المراحل القادمة وجود استثمارات كبيرة بالنسبة للدول لأنه هدف الاستثمارات هو تحقيق توازن في المدفوعات وتحقيق كذلك أموال بالنسبة للخازنة اللي ممكن في الأخير لأنه علاش النموذج الاقتصادي بالنسبة للجزائر هو طبعا تنويع الاقتصاد الوطني من خلال موارد طاقة نعم ولكن ينبغي تطوير قطاعات وزارية مهمة جدا أو قطاعات أو نشاطات انتاجية مهمة جدا لما نشوف طبعا قطاع المناجم اللي موجود في الجزائر طبعا غير مستغل تقريبا بشكل كبير لما نشوف طبعا المنظومة الفلاحية بالنسبة للجزائر طبعا نريد التأسيس إلى قطاعات قرعة وقطاعات ممكن تكمل طبعا لهذه المنظومة ولكن في هذه المرحلة نحتاج كل ما يتعلق بالإمكانيات المالية والمادية ونريد استقطاب كثير من الاستثمارات وخاصة أن الجزائر طبعا منذ الاستقلال عرفت الاستقرار طبعا سياسي واستقرار اجتماعي واستقرار اقتصادي وهذا طبعا اللي رح يأهلها ويعطي لها فرص أكثر بالنسبة للإستثمارات خاصة الغربية أشكرك دكتور هواري تيغرسي خبير الاقتصادي والعضو السابق باللجنة الاقتصادية في البرلمان الجزائري ترجمة نانسي قنقر